اشتركوا في القناة مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في إطار التعلم عن بعد سنتعرف على نشاط من أنشطة الدعم والتقوية وقد تعرفنا على النشاط الأول ثم النشاط التالي سنقف في هذا النشاط على نشاط ثالث وهو الأخير وهو موجه للسيرك الثانوي التأهيلي لجميع الشعب مادة التربية الإسلامية في إطار سلسلة أنشطة دائمة كنا تعرفنا سابقا في النشاط الأول وقلنا بأن التعلم الجيد طريق للنجاح والتفوق والاهتداء بلوحة القيادة شرط للإتقان والتميز وتعرفنا على مجالات التعلم والاكتساب وقلنا أن أول مجالات ذلك الصورة المقررة وهي صورة يوسف عليه السلام وباقي دروس المداخل ثم مهارات الإنجاز أما النشاط الثاني فقد تطرقنا فيه إلى المجالات الفرعية المتعلقة بالإطار المرجعي لجميع الشعب مع نموذج للدعم والتقوية وسأقف معكم أعزائي التلاميذ مع نشاط ثالث مكمل لما رأيناه آنفاً ومع نموذج آخر من نماذج الدعم والتقوية ومن أهداف هذا النشاط تثبيت المكتسبات ودعم التعصرات من خلال التدرب على منهجية الإنجاز إذن تكون هناك وضعية تقويمية بداية وجب أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه الوضعية وسنقرأ هذه الوضعية زميلك عادل يتهاون في دراسته ولا يريد تدارك نقصه في بعض المواد الدراسية وعندما فاتحته في الموضوع برر ذلك بأن فرص ولوج المدارس العليا في المغرب محدودة مستحضراً تجارب مجموعة من أفراد عائلته الذين لم يجدوا فرص شغل رغم حصولهم على شواهد عليا وهو الأمر نفسه الذي أكده زميلكم سمير في بحث أنجزه حول موضوع البطالة في صفوف حامل الشهادات بالمغرب وذكر أن من آثارها تأخر سن الزواج وارتفاع معدلات الطلاق بسبب عدم القدرة على النفقة جعلك هذا النقاش تفكر في معالجة هذه القضايا مستتمراً ما درسته في مادة التربية الإسلامية نعيد القراءة زميلك عادل يتهاون في دراسته ولا يريد تدارك نقصه في بعض المواد الدراسية وعندما فاتحته في الموضوع برر ذلك بأن فرص ولوج المدارس العليا في المغرب محدودة مستحضراً تجارب مجموعة من أفراد عائلته الذين لم يجدوا فرص شغل رغم حصولهم على شواهد عليا وهو الأمر نفسه الذي أكده زميلكم سمير في بحث أنجزه حول موضوع البطالة في صفوف حامل الشهادات بالمغرب وذكر أن من آثارها تأخر سن الزواج وارتفاع معدلات الطلاق بسبب عدم القدرة على النفق جعلك هذا النقاش تفكر في معالجة هذه القضايا مستتمراً ما درسته في مادة التربية الإسلامية إذن قلنا أن هناك وضعية مشكلة فنجد في بعض التقويمات وضعيتان وأكثر وهناك وضعية سوف نرى في هذا النموذج وضعية واحدة مع سند والسند هو الإطار المؤثر هو النص المؤثر لهذه الوضعية وهو عن القمة بن قيس قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيف عليه بالصوم فإنه له وجاء عن القمة بن قيس قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فليتزوج ومن لم يستطف فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيف عليه بالصوم فإنه له وجاء إذن بداية هناك الوضعية التقويمية وجب قراءتها ثلاث مرات على الأقل والسبب في ذلك هو من أجل أن تتمكن منها ثم بعد ذلك نستخرج بعض الكلمات المفاتيح كما أنه وجب عليك أن تعتبر نفسك جزءا من الأحداث لكي تتفاعل معها أكثر ولكي يسهل عليك استخراج الإشكالية بينما النص فهو دائم لهاته الوضعية إذن لنرى بعض الكلمات المفاتيح من خلالهاته الوضعية زميلك عادل يتهاون في دراسته إذن يتهاون في الدراسة ولا يريد تدارك نقصه في بعض المواد الدراسية إذن هناك تهاون في الدراسة ضعف في بعض المواد الدراسية عندما فاتحته في الموضوع برر ذلك بأن فرص ولوج المدارس العلية في المغرب محدودة إذن هذا هو السبب الذي جعل عادل يتهاون في دراسته مستحضراً تجارب مجموعة من أفراد عائلته الذين لم يجدوا فرص شغل رغم حصولهم على شواهد أولياء وهو الأمر نفسه الذي أكده زميلكم سمير في بحث أنجزه إذن البحث الذي أنجزه حول البطالة باعتبار أن البطالة في صفوفها من الشهادات لها آثار على تأخر سن الزواج وعلى ارتفاع معدلات الطلق بسبب عدم القدرة على النفقة إذن هذه هي الكلمات المفاتيح المفاتيح بينما السند فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب وهنا يخاطب الشباب من استطاع منكم الباءة القدرة فليتزوج فإنه أغض للبصري إذن كلمات المفاتيح هنا مقاصد الزواج على اعتبار أنه فإنه أغض للبصري وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فإنه له كابح لنرى بعض نماذج هذه الأسئلة إذن سؤال الأول حدد المشكلة التي تثيرها الوضعية إذن هناك بعض النماذج نجد فيها القضية المحورية وقد نجد المشكلة إذن ما هي المشكلة التي تثيرها هذه الوضعية إذا عدنا إلى الوضعية إذن نجد تهاون عادل في دراسته بمبرر أن فرص ولوجه لمدارس العليا قليلة إذن هذه إشكالية أو قد نقول أتر البطالة أتر البطالة في تأخر سن الزواج وارتفاع معدلات الطلاق إذن أتر البطالة في تأخر سن الزواج وارتفاع معدلات الطلاق عرف المفاهيم الآتية إذن قلنا بداية أن هناك إما أن يكون هناك تحديد المشكلة أو الإشكالية أو نجد القضية المحورية وهي الفكرة المركزية التي تستمحور حولها هذه الوضعية ثم يكون هناك سؤال عرف المفاهيم الآتية يجب عليك أن تعرف المفهوم الاستلاحي لهذه المفاهيم كالصبر واليقين والكفاءة إذن نلاحظ أن هنا هذه المفاهيم قد أعطيت لنا في بعض الحالات قد لا تعطى بل يسطر عليها فيقال اشرح المصطلحات التي تحتها سطر إذن فالصبر إذن ما هو الصبر؟ تعريف استلاحي قلنا من خلال الدروس بأن الصبر هو الجلد والتحمل وعدم الدجر واليقين العلم الحق الراسخ لدى المؤمن رسوخ اعتقاد جازم لا شك فيه يعني هو الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك تعريف الكفاءة والكفاءة هي الأهلية للقيام بعمل ما والقدر على حسن التصرف فيه إذن الكفاءة هي الأهلية للقيام بعمل ما والقدر على حسن التصرف فيه ورد في الوضعية حوار سعملت فيه أدلة وحجج استدل من صورة يوسف على أهمية الحوار المستند إلى الحجة والبرهان العقلي في إتبات حقائل الغير دمسا نوظف هنا صورة يوسف عليه السلام من خلال الاستدلال والاستشهاد إذن ما هي الآية التي تدل على أهمية الحوار المستند إلى الحجة والبرهان العقلي في إتبات حقائق الغير إذن لنتذكر من صورة يوسف عليه السلام عندما كان يوسف عليه السلام في السجن ماذا قال يا صاحبي السجن آرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار إذن هذا هو الاستدلال قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف لآية عدد الثلاثين يا صاحبي السجن آرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار برر عادل سؤال رابع برر عادل تهاونه في الدراسة بأن فرص ولوج المدارس العليا في المغرب محدودة حدد رأيك مع التعليل من تهاون عادل في الدراسة إذن هذا السؤال هو سؤال فيه تعبير عن الرأي فينقسم هذا السؤال هو سؤال مركب نلاحظ أن هذا السؤال فيه حدد رأيك مع التعليل فيه تحديد الرأي ثم التعليل تعليل لماذا أو ما هو التعليل الذي قدمه عادل في تهاونه للدراسة حدد رأيك مع التعليل إذن التعبير عن الموقف أو الرأي فيجب أن نتعامل معه كما يري فإن كنت متفقاً مع الرأي فإنك تقول أنا مع أو هذا الرأي صائب أو أنا مع هذا الرأي وإن كنت لا تتفق معه ومخالفاً له فتقول أنا ضد هذا الرأي أو هذا الرأي غير صائب أو أنا أخالف هذا الرأي ويجب أن يتماشى موقفك مع موقف الإسلام فهنا مثلاً نجد إذن ما هو رأيك مع التعليل من تهون عادل في الدراسة انت بضحان أنت لا توافقه إذن إبداء الرأي إذن أنا لا أوافقه سلوك عادل إذن يجب علي أن أعبر عن رفضي لسلوك عادل ثم بعد ذلك أعلل لماذا أنا أرفض هذا السلوك لأن الإسلام اعتنى بالعلم أبلغ إنايا حيث دعا إليه ورغب في طلبه وحتى على تعلمه وتعليمه وعظم قدره إذن فالإسلام قد دعا إلى تعلمه ورغب فيه وعظم قدره وأول ما نزل من القرآن الكريم إقرأ باسم ربك الذي خلق وقد نعضد هذا التعليل بنص شرعي إذن قد يطرح السؤال هكذا حدد رأيك مع التعليل مستدل بنص شرعي أو حدد رأيك مع التعليل ولا بأس إن ذكرنا نصا شرعيا عند التعليل لهذا الأمر ننتقل إلى السؤال الآخر ساعد عادل على تصحيح ساعد عادلة على تصحيح تصوره للواقع مستثمر الجدول الآتي إذن يجب علينا إذن يجب عليك أن تساعد عادلة على تصحيح هذا التصور تصوره الخاطئ من حول الواقع إذن من خلالي أن تذكر آية مناسبة من سورة يوسف تبين أن نصر الله وفرجه يأتي بعد اليأسي من خلال سورة يوسف وكذلك أن تذكر له موقفا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم أو السيرة النبوية في صلحي الحديبية إذن الآية تذكروا معي الآية التي تبين أن نصر الله تعالى يأتي بعد اليأس قال تعالى في سورة يوسف حتى إذا سيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا سيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وموقف المناسب من خلال صلحي الحديبية نجد قبول النبي صلى الله عليه وسلم لبنود الصلحي رغم ما في ظاهرها من إجحاف في حق المسلمين والسبب في ذلك هو يقينه صلى الله عليه وسلم في الله تعالى وأنه سيحقق رؤياه التي رآها وهي أنه داخل إلى المسجد الحرام مع الصحابة معتمرا كذلك هناك موقف آخر حلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقينهم في الأجر والثواء وفي عودتهم عمارا وحجاجا لبيت الله تعالى فكذلك هذا موقف قد رأيناه في صلحي الحديبية إذن قدم لعادل ثلاث توجيهات لتجاوز ما يعانيه من يأسن إحباط إذن وجب علينا أن نقدم من خلال دروس المداخل التي رأيناها من خلال هذه الدروس يجب علينا أن نتذكر هذه الدروس لكي نقدم لعادل ثلاث توجيهات لتجاوز ما يعانيه من يأسن إحباط مثلا التخلص من العجز والكسل ثم أتقى في الله تعالى واليقين فيه السعي إلى العمل مع اتخاذ الأسباب وأن لا تتجاوز هنا ثلاث توجيهات سؤال خامس ذكر عادل أن مجموعة من أفراد عائلته لم تجد فرص شغل رغم حصولهم على شواهد عليا استدل من صورة يوسف على أهمية التحلي بالعلم والأمانة لاستحقاق مناصب المسؤولية إذن وجب علينا أن نستدل من صورة يوسف عليه السلام على أهمية التحلي بالعلم والأمانة لاستحقاق مناصب المسؤولية قال تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فالحفظ هو الأمانة والعلم إذن العلم والأمانة سبب لاستحقاق مناصب المسؤولية باء أبرز أهمية مبادرة ذوي الكفاءة في خدمة الصالح العام يعني أن توضح أهمية مبادرة صاحب الكفاءة في خدمة الصالح العام فالكفء وجب عليه أن يبادر لخدمة الصالح العام أسوة بيوسف عليه السلام لأن يوسف عليه السلام عرض نفسه على الملك فقال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم لما في ذلك من آثار إيجابية على المجتمع كمحاربة الفساد وسد الطريق على المفسدين والقيام بالأعمال والوظائف على أكمل وجه والإسهام في إصلاح المجتمع السؤال السابس جاء في بحث زمينكم سمير أن ارتفاع معدلات البطالة سبب في تأخر سن الزواج وكنا تعرفنا على الزواج درس الزواج وقلنا أن من بين أسباب تأخره البطالة وقد قال ذلك سمير استنجش من السند الوارد في الوضعية الحديث النبوي ما يأتي إذن نذكر بالحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لمستطيف عليه بالصنف فإنه له وجاء إذن حكم الزواج إذن حكم الزواج ونذكر مقصدا مقاسد الزواج ووسيلة لتحقيق العفة إذن حكم الزواج ما هو حكم الزواج من خلال الحديث معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إذن حكمه الاستحباب والندب والإباحة ومقصدا مقاسدين من خلال الحديث هو الإحصان والأفاف وسيلة لتحقيقه العفة قالها النبي صلى الله عليه الخلال الحديث الوسيلة الأولى هي الزواج ومن ليست له القدرة والباءة فليصم الصوم أو الصبر العفة والحياء من أهم أسس تحسين الفرد والمجتمع من الفواحش إذن قلنا الفاحشة ما هي الفاحشة؟ استدل عليهما بما يناسب إذن الفاحشة كل ما عظم قبحه من قول أو عمل من قول أو عمل إذن آية من صورة يوسف تجلي خلق العفة هناك مجمعة من آيات تجلي خلق العفة في سيدنا يوسف عليه السلام منها ورودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت إذنها لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوي ثم قوله سبحانه وتعالى قالت عندما قالت مرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا روى التواء النفس وإنه لمن الصادقين ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ثم قول سيدنا يوسف عليه السلام قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصبوا إليهن وأكون من الجاهلين موقف من سيرة صحابي عثم المعفة رضي الله عنه يجسد خلق الحياء إذن والحياء الحياء هو الحشمة الموقف المشهور هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مما سئل عن سبب حيائه منه قال كيف لا أستحي ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وقول سيدنا أثمان بن عفر رضي الله عنه حين تحدث عن نفسه قال والله ما زنيت ولا شربت خمرا في جاهلية ولا في إسلام أكد زميلكم سمير في بحثه ارتفاع معدلات الطلاق بالمغرب مع العلم أن الإسلام قيد الطلاق بأحكام وشروط حفاظا على استقرار الأسرات حدد موقفك مع التعليل من الزوج الذي يمتنع عن الإنفاق على الأسرات إذن ما موقفك تحدثنا عن تعبير عن الموقف أنا معه أو ضده مع التعليل إذن طب الحال هنا أنا ضد هذا التصرف نعم أنا ضد هذا التصرف فالتعبير يكون بالرفض والتعليل بأن النفق واجبة على الزوج والامتناع عنها يعد إضرارا متعمدا بحقوق الأسرة سؤال آخر كيف يسهم العفو والتسامح بين أفراد الأسرة في الحفاظ على استقرار على استقرارها والحد من نسب الطلاق كيف يسهم العفو والتسامح قلنا العفو والتسامح إذن كيف يسهم العفو والتسامح بين أفراد الأسرة في الحفاظ على استقرارها والحد من نسب الطلاق إذن العفو والتسامح في حال الإساءة العفو والتسامح في حال الإساءة أو الخطأ من قبل الزوجين هو أحد أفراد الأسرة من الأخلاق والقيم التي تسمح باستمرار العشرة والعلاقة الأسرية في تواب وتحاب وتراحم بيّن في وضعيات الأتيحة حكم الشرعي مع التعليل اختارت مطلقة انطلاق الرجعي لعدة في بيتي أبويها بحكم الشرعي التعليل إذن اختارت مطلقة رجعية غير جائز لماذا؟ لأن من شروط الطلق الرجعي إقامة الزوجة في بيتي زوجها أراد زوج إرجاع زوجته وهي في عدتها من طلقة ثالثة غير جائز لأن مطلقة ثلاثا محرمة أو تحرم على مطلقها بمجرد إيقاع الطلاق قرر رجع إرجاع زوجته المطلقة بعدما انتهت عدتها من طلاق الرجعي فاشترطت صداقا عليه جديدا إذن جائز لأنه صار طلاقا بائنا فلا يحق للزوج أن يرجع زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاه بين كيف يمكن لأبوي رعاية الأطفال في حالة الطلاق إذن كيف يمكن لأبوي رعاية الأطفال في حالة الطلاق رعاية الأطفال بعد الطلاق تتطلب حفظ حقوقهم المادية من نفقة وتوفير حاجيات العيش المناسب للمستوى دخل الأب ثم توفير الحقوق المعنوية من زيارة ونصح وإرشاد وتوجيه والإغداق عليهم بالعطف والحنان هامون جدا إشارة أخيرة إذن المفاهيم المركزية المحددة بمقصد الإطار المرجعي بحسب المداخل هناك المداخل التزكية والاستجابة والقسط والحكبة نجد هذه المفاهيم من خلال الإطار المرجعي من فهوم الغيب من فهوم الأسراء من فهوم الزواج من فهوم الطلاق مثلا القسط من فهوم الوفاء من فهوم الإفاء من فهوم البيئة الحكمة من فهوم التكليف من فهوم التسامح من فهوم الفاحشة إلى غير ذلك من هذه المفاهيم إذن الصورة المؤطلة هي صورة يوسف ذلك باستخلاص القيم المستفدة منها وأن أتمتلها في سلوكي وتوضيف الاستدلالات والاستشهادات على قيم وفهمي دروسي المداخل ختاماً نبقى معها بعد هذه القيم من خلال صورة يوسف عليه السلام هناك قيمة التوحيد والاستدلال عليها قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ثم المحبة الإيمان ولا أجروا لآخرة خيروا للذين أمنوا وكانوا يتقون العلم نرفع درجات من نشاء وفق كل ذي علم عليم نجد كذلك التفاوض استشارة وقال الملك إني أرى سبعة بقرة سمان إلى آخر الآياء واستشارة يوسف عليه السلام مع والده قال يوسف لأبي يا أبتي إني رئيس أحد عشر كوكب ثم العفو قال لا تسترب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إلى غير ذلك من هاته القيم الموجودة في سورة يوسف عليه السلام المودة والرحمة أم الاستقامة ولا أجروا لآخرة خيروا الذين أمنوا وكانوا يتقون نكون بهذا قد انتهينا من هذا الدرس ونسألوا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة